بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد سؤال وإحنا ليه بنحلم إيه اللي بيخلينا نشوف مشاهد وصور وكأننا بنتفرج على فيلم أو مسلسل الأحلام نعمة عظيمة زي ما النوم نفسه نعمة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بنعمة النوم فقال وجعلنا نومكم سباتاً وفي آية تاني قال وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً الآية دي عجيبة لأنه خلى النوم نعمة بتقع بين الليل والنهار خد بالك وهو الذي جعل لكم وكلمة جعل لكم لازم تعرف على طول لما تيجي في القرآن إنها نعمة ونعمة عظيمة كمان أيها جعل لكم الليل لباساً ده في أول الآية وفي آخر الآية قال وجعل النهار نشوراً وبين الليل اللي هو اللباس واللي معناه السطر أو الشيء اللي انت بتدخل فيه وبين النهار اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفوا بوصف دقيق جداً فقال وجعل النهارة نشوراً والنشور معناه البعث البعث أيها البعث هو مش البعث بيبقى بعد الموت اللي بيحصل بين الليل والنهار أو بمعنى أصحة أثناء نومك إنك بتموت حرفياً بس بيقولوا موتة صغرى لأن روحك ما زالت مرتبطة بجسمك ولسه ما فارقتهوش إذن حضرتك ميت ما تستغربش دي حقيقة كلنا عارفين إن الميت بينتقل لعالم آخر مختلف عن العالم الدنيوي ده طبعاً الموت الحقيقة أو الموتة الكبرى اللي الروح بتفارق فيها الجسد لكن في حالتنا دي انت ميت موتة صغرى بس انت فعلاً بتتنقل لعالم آخر مختلف برضو عن عالم الأحياء عالم الأحياء فيه قواعد ونظام وجمود لكن هناك مفيش الكلام ده انت ممكن تشوف حاجات غير منطقية وتشوف ملايكة وأنبياء وشياطين وبشر بيظهروا لك بأفعال غريبة أو على طبيعته سواء كانوا أحياء أو أموات وبتسافر بلاد ما شفتهاش قبل كده وممكن تطير في السماء وتتنفس تحت الماء وتعمل حاجات خارقة احنا بنحلم لأننا بنموت بننتقل لعالم تاني مرتبط جزئياً بعالم الدنيا لكن بمنظور العالم الأخرى يعني حضرتك بتبقى في حالة وسط بين الدنيا أو عالم الدنيا وعالم الأخيرة وده بيفصر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا يا رسول الله أيناموا أهل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون ده حديث صحيح طبعا أهل الجنة ربنا يجعلنا وإياكم من أهلها مش هينفع ينامون لأنهم بالفعل خلاص بقوا موجودين في العالم الأخروي مش زي حالتنا بنبقى وإحنا نايمين بين الاتنين لا إحنا في الدنيا ولا في الآخر لكن اللي عايزك تعرفه إن العالم الغريب اللي أنت بتدخل فيه وإنت نايم ده عبارة عن حالتك الباطنية أو النفسية فبتظهر فيه أمانيك ورغباتك ومخاوفك عشان كده بيظهر معانا أثر لثلاث حاجات وهم فعلا اللي بيتكون منهم الحلم أول شيء رب العزة سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هو العالم العلوي وهو اللي بتيجي منه الرؤية المبشرات والمنذرات تاني حاجة الشيطان والشيطان بيبقى متمثل في العالم السفلي اللي بتشوف منه الكوابيس وما شابه وثالث حاجة نفسك بكل ما فيها من متناقضات يعني البساطة نفسك بين روحك وجسدك الروح مرتبطة بالعالم العلوي والجسد مرتبط بالعالم السفلي يعني الدنيا في حالة من حالتك اللي حضرتك فيها بتصفى وروحك بتكون طهرة بتبدأ تتصل بالعالم العلوي فربنا يمن عليك وتشوف البشرات والمبشرات أو تشوف الإنذرات والتحذرات وده طبعا من الله وفي حالة تانية بتشوف كوابيس وأشياء مزعجة بتقلقك على نفسك وأصحابك وأحبابك وده طبعا من الشيطان وفي حالة تالتة وسط بين الحالتين بتبدأ تشوف نفسك من جوه فلو كنت في حياتك يعني أقصد وانت صاحي لو كنت مشغول بالله بالصلاة بأعمال الخير فبتشوف نفسك بتتردد على المساجد أعمال خيرية بتقابل صالحين ولو كنت مقضيها بقى ومضيع وقتك مع صحابك ومضيع وقتك في أفلام ومسلسلات وفي أي حاجة فهو ده اللي انت بتشوفه وانت ناية بيبقاش اللي انت بتشوفه بعيد عن كده ده اللي بياخدنا لسؤال مهم إزاي أعرف أفرق بين الحلم والرؤية وحديث النفس ده اللي هنعرفه ان شاء الله المرة الجاي أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته